الحقيقة أنه المشهد يعني خلاص يعني ندروا أنه هو اقترب على الاكتمال خلينا نقول أنه فعلا ملحمة كانت موجودة شفنا يمكن كل جهة وكل شخص قام بدوره على أكمل وجه خلينا نعرف من حضرتك يا فندم رؤية العالم لمشهد الانتخابات الرئاسية عشرين وعشرين اللي بتأتي في وقت دقيق يدلها احنا خلينا الأول يعني نشكر الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرها في تنفيذ هذه الانتخابات أولا خلينا بس نجع بالذكرية أنه دي الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة في مصر وده طبعا من ضمن الإنجازات من سنة 2005 والانتخابات الثالثة بعد دستوري 2014 الانتخابات جاءت تحت ولاية الهيئة المستقلة للانتخابات اللي اتأسسات سنة 2017 بمجاب الدستور رابع استحقاق انتخابي تحت ولاية الهيئة وإشرافها ومن هنا نقدر نشوف تطور الهيئة في عملها وانه هي قدرت تعزز المسائل العملية الانتخابية في مصر على مستوى مصر كله أهم نقطة ونتمنى انها تستميق تحت الهيئة الولاية الكاملة للإشراف القضائي على الانتخابات يعني وجود قاضي على كل صندوق في مصر ده ضمانة للمصريين وبيدي نزاهة واتمقنان يعني انتعافي النس بطبعتها لما تخش اللجنة وتشوف القاضي قاعدة على الصندوق بتبقى قاعدة مطمئنة ان هي بتدليب صوتها كم مسوطين من نظام مندوب الميشحين التعامل نفسه مع داخل اللجنة الفائعية بيكون أحسن وأفضل ونتمنى ان الإشراف القضائي يستميق بالنسبة للفائقنا اللي هو فائق المنظمة العابلة حول الإنسان احنا كان بيتكون من خمسين مهائب تقريبا طبعا احنا كان منظمة دولية مش هنتعامل زي المنظمات المحلية في مصر اللي عندها ألاف من المتابعين على القاعد فاحنا عشان كده اخترنا فكرة العينة من عدد من المحافظات في فريق راح السعيد زي المينيا وبنسويف والفيوم في فريق راح غرب الدلتا راح اسكندرية والغربية والمنوفية في فريق راح شرق الدلتا ده غطى دميات والدقلية والشرقية في فريق راح القناية ده غطى بو سعيد واسماعالية والسويس زائد فريق اللي موجود في القاهرة الكبرى اللي غطى القاهرة والجيزة والأليوبي شكرا